نخل بعد ذلك إلى آخر فصل في مسائل السفر وهو حكم القصر حكم القصر أي ما هو حكم أن يقصر الإنسان الصلاة هل الإنسان مخيّع أن يصلي سفراً أو أن يصلي مخيّعاً؟ يقول القصر واجب في حال السفر ما لم يصلي الإنسان وراء إمام المقيم القصر واجب في السفر ومن صلى صلاة في السفر صلاها وهو متيقن في نفسه أنه مسافر بمعنى أنه لم يخالجه شك أو لم ينسى إنما تذكر أنه في حال السفر ونواها أربع ركعات فإن صلاته تبطل بذلك فإن صلاته تبطل بذلك لماذا؟ لأن القصر في السفر ما لم يكن راء إمام المقيم حكمه واجب ومن أين جئنا بحكم الوجوب لقصر الصلاة في حال السفر أتينا به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبره المصنف عبر المصنف هنا بأبيات ليستجل عن هذا وهي قمة في الرواح يقول رحمه الله تعالى عن حكم السفر وفعله عن حكم القصر وفعله أي والقصر في السفر قصر الرباعية إلى ركعتين يقول وفعله ينزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا أي أن الأمر ليس راجع إلى اختياري وإلى اصطفائي أنا الآن مقيم وغير جاد في السفر ولله الحمد للأمور كلها فراحة وطمأنينة وسكينة لذلك سأصلي أربع ركعتين وسأزيد ركعتين لماذا أزيد ركعتين حتى يزيد أجري قد تحدث الإنسان نفسه بهذا ومن هنا ماذا يقال قال له لا الأمر ليس إليك بل يجب عليك أن تقصر لماذا يقول لو كان بالتخيير كان الأمر بالخيار إليك أن تصلي أربع ركعات وأن تصلي ركعتين ما لم تصلي خلف إمام المقيم يقول لو كان بالتخيير كان المصطفى أسبقنا إلى التمام والوفاء كانت المسألة مسألة كسب أجر بزيادة ركعتين كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أولى منك بأن يحرصوا على كسب الأجر لو كان بالتخيير كان المصطفى أسبقنا إلى التمام والوفاء ولن يتم أبدا في سفري كل الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول إنه ما أتم في السفر ولا مرة واحدة بل كان يقصر الصلاة ويوم فتح مكة كان يصلي بالناس ركعتين ويقول لهم أتم صلاتك يأمرهم بأن يتموا الركعتين متبقيتين ولو كان الأمر في الخيار صلى بهم صلى الله عليه وسلم أربع ركعتين وهذا يدون على هذا الأمر والحديث الذي جاء فيه أن هناك من الصحابة من أتم في السفر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ضعيف لا يصح والتفق عليه إلا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في السفر على الإطلاق لم يتم قبط صلى الله عليه وسلم في سفر لذلك تستلال المصنف هنا في محل لو كان الأمر جائزا لأتم ولو مرة واحدة إن أنه لم يتم صلى الله عليه وسلم والظاهر أن الصحابة مجتمعون على هذا الرأي هو رأي القصر في السفر ودليل ذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته كانوا يصلون في عرفة الظهر والعصر ركعتين ركعتين وعثمان في الشطر الثاني من خلافته صلىهما صلى تماما في عرفة فأنكر الصحابة عليه ذلك أنكروا عليه لماذا تصلي تماما ولو كانت الصلاة تماما فصلاها من هو خير منك هكذا قالوا ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قل لصلوها تماما فاعتذر عثمان بأنه تأهل في مكة بمعنى أنه تزوج صار له أهل في مكة تزوج وأقام في مكة تعلمون أن عرفة لا تبقل عن مكة كثيرا ومن هنا فإنه يرى أمنه من أهل مكة وأهل مكة غير مسافرين في عرفة فأتم الصلاة هناك أربع ركعات لهذا اقتذر أثمان بن عرفة وابن عمر رضي الله عنه ما قال لأنه ليت لي من هذه الأربع ركعات ركعتين معنى أنه يفضل الركعتين على هذه الأربع لأنه مسافر ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا ركعتين ومن هنا يتبين أن هذا الرأي هو الرأي الصحيح الصوات قضل عن الأدلة الأخرى كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحبر وأقرت في السفر معنى أنها قد فرضت في السفر ركعتين ركعتين هي مفروضة في السفر ركعتين ركعتين وكل من صلىها على غير فرضها الأصلي فإن حكمه من غير شك سيكون أنه خالف الأمر الشرعي ويحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نعمل عملا ليس عليه أمرنا فورا لذلك قال علماء لهذه الأدلة قال علماء إن القصر في السفر أمر واجب وكل من أتم صلاة في سفر ولم يكن مصليا خالف إمام المقيم فإن صلاته تغطر بذلك لكن قد يحرم الإنسان ويدخل الصلاة وفي نفسه أنه يريد أن يصلي ركعتين يدخل الصلاة بركعتين لأنه مسافر ولكن يسهو ويصلي أربع ركعتين بعد ذلك فما الحكم في مثل هذا نقول إنما الأعمال بالنيات فنيته ركعتان والركعتان اللتان أضافهما على الركعتين الأوليين هما ركعتان سهو كان من شأهما السهو ولم يحرم بهما ومن هنا فإن عليه أن يسجل سجدتي السهو بعد السلام وصلاةه صحيح لكن إن أحرم من أول الأمر من تكبيرة الإحرام نوى أنه يريد أن يصلي أربع ركعت فإنه تبطل صلاته بهذه أهلية والله أعلم يقول فمن أتم وهو في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهر وبعضهم ألزمهم يكفرا لأنه خالف ما قد أمرا بمعنى أن من صلى في السفر أربع ركعات وخرج الوقت على أربع ركعات فإنه ينزم على رأي بعض أهل العلم بأن يكفر كفارة مقلضة بأن يصوم شهرين متتابعين أو أن يدعم ستين مسكينا أو أن يعتقر قبل هذه هي الكفارة مقلضة والأصل في هذه المسألة هي مسألة يذكرها الفقهاء وهي من فوت الصلاة حتى خرج وقتها فهل ينزم بالكفارة أو تلزمه التوبة فقط التوبة لازمة من غير شيء أما الكفارة فاختلف فيها المتقدمون من علمائنا على أن عليه أن يكفر كفارة مقلضة وهي إحف رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إحفان ستين مسكينا إلا أن الفتوى الآن على أنه لا تلزمهم كفارة وهذا الرأي الذي ذكره المصنف فبعضهم ألزمه يكفر لأنه خال فما قد أمر فابني على الرأي الذي يقول إن فات وقت الصلاة ولم يؤدها الإنسان فإن عليه كفارة مقلضة وهذا الإنسان قد صلى في السفر تماما من غير مسوغ شرعي فإنه في مثل هذا الحال يلزمه يكون قد نقض صلاته متعمدا وخرج الوقت قبل أن يقضيها وما تلزمه كفارة مقلضة والله أعلم وقيل قد أسى وما عليه شيء ولكن لا يعد إليه وذا كأنه أتم اللازما وزاد بعده فكان سالما الحنفية من قومنا يقولون إنه يجب على المسافر ركعتا ولكن إن أضاف إليهما ركعتين أخرين فذلك زيادة ولا تبتل الصلاة به إساءة الأخضر أن يصلي ركعتين وهذا هو الواج لكن إن زاد ركعتين أخرين فذلك زيادة في الفعل ولا شيء عليه وأساء في التصرف ولكنها زيادة وليست نقصانا ومن هنا قالوا إن صلاته صحيحة ولكن هذا الرأي ضعيف لخلافه سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن يصلي موضع التمام قصرا يكفرن بالإرغام وذاك إن لم يدرك الإعادة فإن أعادها فلا زيادة يصلى في موضع التمام قصرا كأن يصلي مثلا في بلده في وطنه ركعتين فهذا أيضا يلزم بالكفارة على هذا على الرأي السابق الملزم بالكفارة إن خرج الوقت ولم يقضيها والله على